السلام عليكم ورحبا بكم معي في قناة حلبية اسماء اليوم سألنا غضي نقدم لكم وصفة البيتفور او الحلوة دي البوك اللي سبق لي تقسمتها مع المتابعين في المواقع دي التواصل الاجتماعي فقررت ان انا نصورها لكم فيديو اليوتيوب كتدي خطيرة جدا غضي نعطيكم جميع الملاحظات النصائح بشديكم اللي دي بزاف ويجي شكل ديالها حسن من اللي كتشري ومن المخبزات كنت قلنا نوصفة ديال اليوم من الاعجاب هو فرجام بديعه اذا مبدأوا على بركتي الله غدي نحتاجوا 250 غرام ديال الزبدة مكويل اللي هو اساسي فهذه الحلوة انا هنا استعملت زبدة ديال العبار او الزبدة الحيوانية غدي نقول لكم اللي ابغتوا عنيد الحلوة اقتصادي اكتر من بعد شنو ذي الديره عندي ستادي المعار كوبار ديال الزيت زيت نباتي عادية حاول دائما تاخده الزيت اللي ممكن تكونش في هذيك النسمة وغدي نحتاج جوج ديال البيضات عندي هنا 200 غرام ليهج كيسان ديال سكر غلاسي او سكر ناعم وعندي مع القصغرة ديال الخمالة ديال الحلوة واحد ساشي ديال فاني ستاديل مع القبار ديال النشا والدقيق حسب الحاجة غدي نقول لكم اكيد شاستعمت الزبدة غدي نبدو بها دائما خاصة تكون طرية سوا في البرد سوا في الصيف يعني كاستعملوها طرية او رطبة انا كيفما قلت استعمل زبدة حيوانية بغيت وصف اقتصادي ممكن لكم تستعملوا زبدة ديال البواطا النباتية مديروش المارغاري اللي كتكون خاصة بتوريق استعملوا زبدة ديال البواطا حتى هي غدي تصدق لكم بها الحلوة غير هي المدقرة طبيعة الحاليني هكا بزودة الحيوانية يرى احسن غدي اه نحاولو ان انا رطبوز زبدة ديالنا كيفما قلت كون لي انا انا درسها شوية في الميكرون دابت لي شوية لكن مش مش مشكل وكنزيدو الملحة الفانية وكنزيدو السكر غلاسي انا غدي نغرب له عندي سكر غلاسي اه سبيسيال اللي كانت تكور لي فغدي غدي نغرب له بحلاقة هنا صافي كان بده وكني نخدمو زبدة مع السكر اه انا هنا غدي نخدم غير بسباتيولا يعني الطريقة رعا سهلة بزاف كيف ما كنتشوفوه ممكن تخدمو بيديك وميلا بغيتو هنا غير بسباتيولا انا كيفما خدمت في الفيديو اللي سبق حسيت في الانستغرام وفي التيك توك اه راح خدمت غير هكا بالسباتيولا وحسك تنسى جمليات زبدة هكا وكترجع كومات غدا عادي كنزيد الزيت كنرجع نخلط وعادي كنزيد البيض غدي نزيد البيض وغدي نرجع نخلط صافي يمليع الخلط ديالي كيرجع كريمي بحلاقة الشكل كنبدا نزيد في المكونات الجافة فعندنا نشاع لنا الدقيق وعندنا الخمالة ديال الحلوة اللي غدي نستعمله منها ملعقة صغيرة فقط باش ما تنفخش لنا الحلوة بزاف ودينا دكورشمات او ذاك الازواق ديالها ما كيش بايل فمع القص غيرها راهها كافية هاد الكامية ديال العجين غدي نزيد الدقيق عندنا 600 جرم ديال الدقيق وعنكم ميزا لكم ما تزيدو هاش كاملة سكتشوفو دقيق خاص بالحلويات بطبيعة الحال غدي نخلط هون جمال الجينة ديالي اللي كتكون رطبة ما تكونش قاسها نهائيا وفي نفس الوقت يعني من ديروها شعو تاني جارية باش ما تتحش لنا الحلوة في الفرار كيف ما غدي تشوفو معايا لقاهم ديالها كيفاش خاصو يكون فهم ما بين خمسمائة وثمانين هكا تستمية قرام ديال الدقيق لاحظوا معايا كيفاش كتكون رطبة في نفس الوقت ترى ما كتلصقش في اليدين مباشرة غدي ندوزو وباش غدي نبدو نتشكلو الحلوة ديالنا فغدي نستعمل انا هاد الابواق هادو غدي نوريكم او نزومي لكم بشوفو كيفاش دايرين انا بالنسبة لي اخذيتهم من موقع ديال انترنت يمكن لكم تلقاهم عند اللي كي بيعوا وزم حلويات ثاني كتوريوا هاد الشكل هادا ورا غدي يعطيكم بالنسبة لهاد الشكل ديال الوريدات ترى هاي كيبغي البوق اللي كيكونوا هكا سنينة ديال ورقاقين فهو اللي كيعطي هاد الشكل هادا اللي كيجيزوين في الوريدات هنا غير شنو ما الابواق ليشيتو ما ناشيتو من موقع ديالشيئين غير هما كيكونوا شوية صغارين يعني كاتره يعني كو شوية كله ما تديرو واحد الحلوة او تديرو واحد الوريدات تضطروا انكم زيدو العجينة فهناك هنشد البوق ديالي بطبيعة الحال بشكل اللي هو عمودي وكهن حاول انني نضيحها كوريدات كيف ما كتشوفو وصافي غادي ندخلهم لفرنان بالنسبة للطريقة ديال الطياب فهي اهم حاجة باش غادي يطلعوا ليكم ذاك اللون ويجوهم قرمشين وزوينين في المنظر ديالهم هي طياب الهنا اللي كتكون مهيلة دائما دائما انا كندير مية خمسين درجة ما كنفوتهاش في الحلوة ونقدر قايا نقص على المية خمسين درجة يعني كيكون خاصكم بزاف ديال صبر هكا في الطياب الابغيتو حلوة ديالكم جيزوية بحال اللي كتشريوها من المخبضات السعاد كتجي حسن غير وحدنا اللي كتكون مهيلة حتى بالنسبة للفرن ديال الغاز يعني رمشي ضروري فرن ديال الطب تديال الغاز كتجيزوينة غير هي طياب خاصو يكون على المهل اه 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 اكملت اا انا ادرت ثلاثة الدى الاشكال ديال الحلوة استعملت البوق الاخر استعملت اوه اشكلت من نصبعات اه اه بحال اللي كنت قدروا هكا شكل ديال زكزاك كي اعطيونا صبعات في داك الشكل اللي شفته بها والحلوة ديالي هي طيبار كيف كتشوفوا الاشكال ديالها كيف تجي مدهبا وزوينة بزاف سافي غاضي ننقليها تبرد عليها باش غاضي ننزينها لا تلسق نهائيا في اللطاء لا يحتاج انكم تستعملون لا ورق لا سيبات لتشي حاجة ممكن تديروها مباشرة فوق من اللطاء لا تلسق من بعد ما طيبتكم منت الحلوة وبرتات هنا قديت شفية الشكلات الخاص بالدان ممكن تدروا شكلات عادية أسود بس تلسقوا الحلوة ديالكم هنا غير مع البدرة يقصح بالزاف ويجيني قصحيني في الحلوة في الوسط منها فعلا هنا خديت شكلات خاصة بالدان دوبتوا شوية أو سخنتوا شوية باش كي يرطاب لأنه البرد بزاف هاد الايام وغادي نعمرها بها البلاستيكة ديالشكلات ولا غير معلقين لما كانت شاندكم ونلسق كل جوج حبات مع بادياتهم بهذا الشكل أو بهذا الطريقة افهم هنا نبس الشاي قدرتوا مع الصباعات كيف ما كتشوفوه هنا غادي نحاول دائما اللي كجي قدها في القياس يعني كل حبات جي لسقها معا اللي قدها في القياس بالنسبة لها دائما غادي نغطسها جواني بجوش في الشكلات وبالنسبة للحلوة اللي اللي على شكل ديالوريضات غادي ناخدوا الشاي ديال الكونفيتور ديال مشماش وغادي نديروها كاف دوك الحفيرات اللي كي يجيو فلوس ماشي ضروري ممكن تخليوها غيرها كاكرا هي كي يجيو لمنظر ديالها زوين وصافي غادي نكمل مع الحلوة الخرب بالشكلات زي مشكلات بالنسبة لديك الحلوة اللي على شكل ديالصبية عدرتها غير بوقة عادي اللي معروف يعني كتديروها لشكل ديال الصباعات وكتقرصوها كم الأسفل باش تجيب حل هاد الشكل هذا وصافي هنا كنزيم بشكلات وكنوضع على ورق الالمينيوم باش غادي نخليها تنشف او تيج جملة الشكلات وكتكون جاهزة للتقديل وصلا نهاية ديالفيديو الحلوة ديالنواج ديالشكل دياله وحلالك رائع رائع جدا وحتى الماضاق جيد الديد خصوصا ليلة استعملتوا زبدة اللي نوعية جيدة غادي تحصلوا على بتيفوغة او حلوة ديال البوق اللي جيد الديده وما تشتلقوا بحالها في المغبازات كنتم نضاء لوصفات ديال اليوم تكون لدي اعجابكم تمنى انكم تجربوا هاد عجباتكم متنساش كما العادة ديرو جايش اشتركوا بالقناة او ايضا فعلوا الجرس باش يبقى تلكم دائم الجديد ديالي من الوصفات ماتبخلش عليها بتعليق ديالكم وماراكم ايضا اقترحاتكم انك تهمني دائما شكرا بزاف للمتابعة ونطلقوا فيديو جديد ان شاء الله